غدا اشتركوا في القناة وكيف كيف زيدا على شرع أوليد حفوز فاتي جه باب العسل ضغط زيدا على جي بي 5 مدن دين فاتي جه رمبون خاز نادار وعالغود ناشونال 1 نيفو رمبون محكمة بن عروس فاتي جه جبل الجلود مازال شوية تعطيل على رمبون حيه ليل وضغط كبير على الغود 23 نيفو رمبون معرض الكرم فاتي جه خير الدين كيف كيف الحركة معطلة شوية على جي بي 10 نيفو رمبون فاتي جه أرينا ومجيها الأخرى نيفو شرع خالد بن الوليد حتى البغتال السوختي لطريق المرسى ضغط زيدا في رادس على شرع محمد علي وعالغود 33 فاتي جه قنتارت رادس وعلى شرع فرحات حشيد ميغرين فاتي جه قنتارت سيديرزيق تعطيل كبير زيدا على جي بي 9 من قبل ثكنة العوينة حتى لللاك فاتي جه سنتروفيل نمشي وليس فيق السناقة وضغط على طريق جرمدا فاتي جه وصل البلاد وعلى طريق المطار في التقاطع مع ماجيدة بوليلا كيف كيف في نفس الاتجاه وعلى طريق العين نيفو حي الشهداء زيدا في تجاه وسط البلاد الحركة عادية في باقي الجهات والولايات ما فاماش تعطيل كبير نذكره نشكرو كل اللي يتفعلوا معنا على الويز وعالقوا فيسبوك إلي عنده أي خبار يهم الطريق نجم يكلمنا على 58 550 711 سيصور واحكم وطريق السليم الناس لكم ايا فام سيديو تراب اعيش الموزيكة كل سبت 713 احلى ايا فام احلى راديو تصور بانكتك معاك في التليفون في كل وقت وتعتيك اكسي للي سيرفيس امتاحها الكل وين ما كنت البيانا تقدم للحرفة امتاحها لابليكاسيون موبيل بيانا ايم بانكينج لابليكاسيون اللي تربحك برشا وقت وتخليك تتصرف في الكونت بانكيغ متاعك بتليفونك وين ما كنت وفي أي وقت تنجم تقوم بأي عملية بنكية تتفقد حسابك البانكي تعمل فيغمان ولا تبع ثماندة عن طريق سيرفيس ماندا كاش تطلب الشاكية ولا الكارت بانكيغ تشارجي لكارت بخي بي تتحصل على الغيب والليبان بكل سهولة وتمكنك زيدا بش تتبع القروض متاعك تنجم التليشارجي لابليكاسيون بيانا ايم بانكينج على جوجل بلاي ولا لاب ستور بيانا بانك يور ديجيتال بانك انتي تقول اللي ما فام حتى اسورانس تقف معاك وقت الشدة وتقول زيدا اللي كان كرهابتك تضربت تقعد تستنى شهور بش تتصلح و ترجع فلوسك موش سحيح على خطرها الأفضل في خدمة الحرفة اسورانس زيتونا تكافل تقف معاك وقفة سحيحة اسورانس زيتونا تكافل تحط على ذمتك لے ميور conseiller دي سنتر ديكسپيرتز و دي گاراج كونوني في كل الجيهات حسيلوا لتتصرفوا لتتعب عندك une prise en charge de A A Z وزيد عليهم une voiture de remplacement مدت تتسليح تأمينة زيتونا تكافل إلو service client de l'année 2020 بشارك مع البريد التونسي موني جرام تقرب لك أكثر في أكثر من ألف مكتب بريد بش تقوم بجميع التحويلات بضمان سرعة و بكل أريحية موني جرام تقرب لك أكثر مع الحركة ريح تحويجنا في سامة تبدل هذي كاليش نظيف جديد باتر الورود يضمن لكم أحسن غسيل بتكنولوجية النظافة العميقة ويزيد يوتكم باتر الورود اللي دوم في الحويج ويخلي ريحتهم ديما بنينا فرشك روحك وعائلتك مع ريح تنظافة باتر الورود نظيف ديما نظيف الاخضار والهوى نظيف وبلادنا المزيانة هي مسؤوليتنا الناس الكل وعليش ما نساهموش احنا زادة بش نستحبض عليها تأمينات مغربية تشجع كل سلوك صديق للبيئة معلوم تأمين أقل اللي كرهبهم إبريد ولا إلكتريك وكان عندك انستلاسيون فوتوهولتاييك خلص تأمين دارك انليني على مغربية بوان كوم بوانتين بتعريفة خاصة زوروا صفحتنا على فيسبوك أسرانس مغربية وإلا تصلوا بسلحة الحرفة على رقم الأزرق 82 10 20 20 تلشارجوا لابليكاسيون موبيل أسرانس مغربية على البلاي ستور Profitez des ingratables à prix imbatable La SCODA Fabia est à partir de 30 دنار par jour Rendez nous visite chez SCODA l'automobile La Goulette et dans notre réseau d'agence officielle ASFAX et Grombella Pour plus d'informations appelez le 36 036 036 عندك شركة ولا مشروع مستحق إكيبمان ولا ماتيري الغولان تلوج على investissement إيموبيلي بش تطور مشروعك ذورنا على إيجارة Pointean وإنتلقى نصيحة والتوجيه اللي زمين بش تاخد أحسن قرار مع تمويلة إيجارة متع مصرف الزيتونة أدخل على إيجارة Pointean وزيد تعرف على الباك بروش دوت متع مصرف الزيتونة واللفخ برومو اللي تناسب مشروعك على إيجارة Pointean ننصحوك وبأحسن تمويلة إيجارة نودوك مصرف الزيتونة قيم تجمعنا شيل تشهد بمعزتكم وتفتخر بشهادتكم أحنا نخدموكم بمعزة نرفقوكم بمعزة ونفرحوكم في كل وقت توجتونا ميور سيفيس كليون دولاني وإيجارة دولاني الشيل في باور الشيل إليكس وشيل غيمولا وزدتونا في المسؤولية باش نكملوا في عصنية شهادتكم عزيز علينا مع أويكوس مغرفة تكفيني بشن القروحي في ميكونوس أويكوس هو الياغورت اليوناني بتعديل إسدانون غسات الياغورت اليوناني بتكسير تشاهي فوق كوش غالبنينا وللمغرومين بالتصنيف أويكوس ناتشور بنت الياغورت اليوناني بمطعم طبيعي تتبني ولا تصنف بيه في الكوجينا أويكوس البنة اللي تغطفك اليوم فابتلي الانفرماتيك والتليكميونيكاسيون هوم المستقبل ما لك انخطيت الباك ومزلت حير أحسن خيار ليك الونيفرسيتي سنترال اي تي الي تحلك ببين السايبر سيكوريتي البيك داتا والانتليجنس أرتيفيسيال وليسانس ماستر وسيكل دانجينيور وباش دي ما تكون متميز وما تفلتش مرعارجة ديجتاليزاشن الونيفرسيتي سنترال اي تي زيدك مجانا وان اكسلوسيفتي دي سيرتيفكاشن انترنشنال في الصوف سكيلز اللي يعملوا الفرق في سوق الشغل الاكثر معلومات اطلب الواحد وسبعين تسعة وسبعين ستة وستين تسعة وسبعين الونيفرسيتي سنترال بارتنار نجحك صندوق العجيب والأخبار بصوت المدام سندريلا توتويت في البوكس نيوز بوكس نيوز مرحبا باش نبدلكم بستاتويل برحضر برشع على الفيسبوك من المدون صحبي عمري اللي اكتبه قال حقائق مثيرة وتسريبات مذهلة تحتاج الى تأكيد او تنفيذ حول مقتل الشيب برحمة لحمر عملية اختصاب وضبح الفتيت رحمة بنت شيهب لحمر اواخ شهر سبتمبر 2020 روج لها الاعلام العار بطريقة جد مبتدلة ليوحي للمشاهدين بان القاتل ليس لشيب من القيروين من موليد تسعين وللغرص تمت دعوة شهود الزور وعلى رأسهم زميلتها المسميت ناديا والتي روىت رواية من الحيط التسريبات تشير الى شبه التورد صاحب الشركة المشغلة للقاتل الرحمة وهو وزير سابق ونبق بحالي بالبرلمان ومعروف بفساده الاخليقي بين قوسين مهدي بن غربية وهكذا نفهم اللي صحبي عمري يتهم مهدي بن غربية بتورده في مقتل رحمة الله يرحمه مهدي يأكد انه بش يرفع قضية ضد صحبي عمري ويقول انه الكليم هذا قلة تحيي واستهتار بأعراض الناس ومشاعر عائلتهم حتى وقت مصيبة الموت ما عنده حتى قاع عند هالجرائم اللي مسمين رواحهم مجرمين بريتو اللي مسمين رواحهم مداونين التعليقات كانت أغلبها مع مهدي بن غربية اللي كتبوله لا تلتفت لهذه التفاهات فنحن نعيش في أوسخ وأوطى حقبة في تاريخ تونس فما اللي اكتب صنعة اللي ما عنده صنعة بربي اللي عنده تهمة يجيب معاه دليل ما يحكيش من فراغ ونوفى بالتعليق هذا إنه ما فهمتش المعط المجرم اعترف وجسد الجريمة وانتو ما تلبسوا في الراجل في القضية الويش لو ما برتجيش الأخبار والتدوين مهدي بن غربية ممكن نحكيه فيه لكن مهدي اخذي تدوين تسحب العمري برتجيه اجتماعي وأكد أن ربح القضايا امتاعه اليوم عملية الثلبة تهمة خطيرة وخطيرة جدا اكتبها ودوانها رئيس بكت المدونين الأحرار هكي يسمي يروحه هو السحب العمري نعيش في غابة نعيش في حالة مين الفوضى كل واحد يقول اللي يحب برهير العادي سيدة ذا اليوم يحاوس لي بالمعنى التهمة بالقتل والتحرش وابل اسم مش حتى بالتلميح بالاسم مكتوبة وسيد إبات ويصبح وإحنا شعب نعشق تصديق الاتهامات خاصة بالنسبة للعباد المعروفة سياسيين رجال أعمال غيره وكذا علش عايشين في الفوضى هذي برهير شوف انت قلت لو كان مش مهدي بغربية برتاجة راه كان بالضرورة يرد راه هليش خاتر للأسف عبيت صدق راه راه عباد انت تقول راه قد تضحك باتت الخاتر تعرف مهدي بغربية كذا متنجمش صدق عندك نوع من العقلانية في التمحيس باللغباد منيس صدق ادخل على صفحة الصحبي العمري طرق التعليق برافو هكا كشفت الحقيقة وهذاك شيستحق يرحم والديك هذا كلام الحق اللي يجب يتقال طور أنا نعيش كما قلت في حالة فوضى عجيبة وغريبة هكتشوف خراعة دي جدا انتهى من ناصر اللي هو قتل قاتل روح وللأسف وفق رواية طويلة حتى البنية مسكينة توفية وعائلتها ما زال تحس بالمرارة وباقي انتاردوهم بروايات معناها تمس بالأعراض تمس في عرضها العرض تمس في عرضها في الواحد هانيش مشو أقول لك معناها هذا الفضاء من هو هذا السيد خذ ما شاول مرة وكانت تسجلني يذور لي قضية اللي باجي خيسلسي يذوري لا يرحم وح من هاليوم اليوم الغالب يعني هالفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي هاي موصلتنا واذا كان القانون ما يوليش هو ينظم هالفضاء هذية رانا باش نحلوها للفوضى والفوضى المضاد معناها معناها ساعات شنية هي إذا كان فماش قانون نعطيولي الغريزة مش معناها معناها نجي الناصر يقول فيه الكلام هذية دا قدقوا بطريحة نتعرض له نبعط له بضياء بش يضربوا بسير بش يقعدوا يحد محموس راي هالتنمر هذية والهرس لهذية راي قتلت ناس راي بالجد يا رفيق راي وفما في في العالم وفي برشة بلايس من العالم وبرشة تجرب في تونس مرضى تعباد فما ناس ما عاش تخرج للشيرة فما ناس تمرد دا في سانية بالحراب بش تولي ترقد قدام عائلاتها راي ويبدوا يحكي وهكا قدام ناسها وعائلاتها فما ناس تولي تشك وتولي عباد كده راي التنمر يزبك تكون عندك قلب صحيح راي مش تحمل وسائل التواصل الاجتماعي هذية قلب صحيح بالجد فما ناس كلمتين راي ينهار يعني عباد رجال العمال واشخاص عاديين وعارك بتاتر هذية بشخصيات عامة راي واللت تعتمد العباد على وسائل التواصل الاجتماعي لتصفية حساباتها راي حتى في قضاياهم الشخصية في الحومة متعارك مرأة مع مرأة اخرى مع كده يعني يدفعوا على بعضهم وليوا في الفلوس يروجوا في الإشعاعات يعملوا في الصور المفتعلة المفبركة يعني الهنا ذري موح حان الوقت لتنظيم قانوني واضح للتعامل في هال الفضاء هذية فضاء التواصل أنا حبيت أن أكد حاجة أنه اليوم راي حاجة هذه قاعدة اختيرة تشير في تونس وكان ما فمش ردع في أسرع وقت ممكن بش الناس تفهم أي إنسان يعمل تدوين مهيش في بلاستها ولا يتعدى العباد ولا يمس صمعة العباد ولا يصمع عائلات رأوا تجم فيسها فيسها تتطبق عليك القانون المشكل يا برهين في الشي يخو بارشا وقت حتى لين تمشي وحتى تثبت التدوين وحتى لين تسجل وتمشي تعمل محظر وبعد يوم بعد يزمك تمشي وزارة الاتصال بش تتخرج تدوين هذيك يزم يتوجد قانون بش يشرع الحاجة تذو بش أي إنسان يتعدى على حرمة شخص يزم يتحكم في أسرى وقت ممكن اللي نحكي وفيها وفيت التنمر وفيت التتحلق در وفيت هي تهمة قتل هاتك عارض مهدي بن غربية وطفلة خاصة اللي توفيت اللي دارهم ما زلوا ميشوين عليه وصحبتها موزج بي في قضية من نوع هذي وفي كلام من نوع هذي والسيد ريقت في داره بتهمة أنه مش أول مرة ومهوش جديد على الممارسات هذي مهدي بن غربية شخصية سياسية معقول جداً أنه يقبل نقد هو شخصية عامة أي لي هوجي معني كي كان رئيس نديل بن زرتي يكون تنجم تقول فيه رئيس فاشل كي كان وزير تنجم تقول وزير فاشل كي كان رجل أعمال تنجم حتى تقول رجل أعمال فاسد علش ليه فلوزوفم وصارت قضايا ضده وربحها لمحاله إذا كي تقولها مول عبادة تصدق إذا كي تجيب دليل بشكل رجل أعمال نجم تقول نجم تقول أما اتهام قتل الروح راهو أعلى درجة من الاتيامات اللي لا يمكن القبول بها ولا يمكن لا دينياً لا أخلاقين ولا قانونياً معني هذا اتهام اختير ياسر أنا مسراحة اتفاجئت وحق معني تقلقت منه إلى أبعد حد فما بالك العائلة متيحة عليش أقول اختير رفيق اللي يصدق من عائلتها الإشاعة هذي شكو نقال خده يمشي شي ضغر مهدي بن غربية قد يمولده شكو نقال كم يعمل إيش ينجم معناها نعرضوا حياة البني آدم لخطر كبير بكلام يعني ما عنده الأساس لرأس وشكو نك أنت باحث باحث أولي أنت FBI أنت عندك علاقة بالسرطة وحتى كان جاء السرطة بشتخرج المعلومات هذية معناها ستريقراف اللي صار يجب نرده بيننا وداير نحن بينا يجب نتعامل معه بكل تحرك وإحد كما السيد هذا معروف وسيدة اللي تشبد اسمه شخصية سياسية وطفلة وقضية تريعة مش قاعد يعمل في دار وإنما نيابة تتحرك وحد مرهي إخي نيابة قاعدة تعمل معنا حاجة كنا ذي نيابة مش شافت هيش يجب يصدع سيدة ويتعدى على تحقيق ويشد الحبس ويكمل حياته في الحبس يذلي خيلي أنه سيدة ما تربيح للمرة الثانية وين يا زياد بربي يرافنا زياد انظاما مع مهدي بن غربية أما جوز مش نقول مهدي خطر يتعدى في غال ملح بابور يسر كبير هو يصف الشياد بربي ما عاش تقرب والعبيد لدك تقول خليونا نعم ومرتحي راببوري فاط وجوز سؤال مع انت جاني سؤال شكون الرجل أعمال يكلم برهان وعده لك شكون الرجل وكانكم معناتها عندكم الجرأ وكل ملعات قولوا عاوض سؤال شكون الرجل أعمال يكلم برهان بسيس وقالوا عديدي رفايق وانت بطبيعة الحال تكبيت كبه واحدة وقعدت تحكي معه شو اسمه وقالوا وقالوا اسمعين اراني معاك ولا تنجبش يتعيدني هكا هكا وكذيف اعلم العار شكونوا ماكول تلبو شناء شاسمه ذاك رجل العمال يترشح للرئيس اللي يقول على روح البترون رجل كاميليا شفك هذك رجل حتبون أبيع حتبون 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 يا رفيق ردبالي يدخلوك في اللعبة هذي رح نخلني وكملت بوره أنا يا ساينتي لا تعرفني كنتجرب مع بوري تعشب بالأمور نحكي على تفاصيل الابتسار هذي هذي سهل نجبتها المعلومة زين أنا جبتها خاطريتكم تتلبدوا وذنية حقا يبدأ وبرابور نجبتها المعلومة عندي عندي مصادر وبرح مع البوليسية حسين واتاريخ نسمو الأخبار سينا مهلية لتوسويت ونرجع لكم بعد أخبار الكورة ما زلنا مكملين في البوكسين نيوز مرحبا قرار حذر الجوالين في تونس الكبرى من اليوم لمدة 23 أكتوبر من 9 متاع الليل للخمسة متاع السباح من 2 للجمعة ومن 7 متاع العشوية للخمسة متاع السباح أيام سبت ولا حد اتي حاد الشغل في سيدي بوزيدي طالب فرض حذر صحي شامل في كامل الولاية المدد جمعتين للحد من انتشار فيروس كورونا في الكيف اقرار فرض حذر الجوالين في الكيف الشرقية والكيف الغربية من 8 متاع للخمسة متاع السباح بداية من اليوم المدد جمعتين ومنع تناقل خارج الولاية عدد من مكونات المجتمع المدني في المهدية قاح في العالم ضد كوفيد لنهي الجائس نوبل في عام 2021 موعدنا يتجدد في اخبار التسع مكملين بعد شوية مع الراف ماج صباح النور مرحبا بكم في ايفام سبور البداية باخبار المنتخب الواثاني تونس اللي واصل تحذيرات للمباراة دولي الودي غدوة ضد السودان ترابس فيه مباراة ودي الثانية ضد نيجيريا في النمسا نهار 13 أكتوبر البرحة حسا تدريبية كانت في ملعب المنزة شارك فيه كل الملعبات واليوم اخر حسا تدريبية في رادس قبل المباراة غدوة نسمع سيفتين الجزيري لعب المقاونون العرب شنو أقال بعد دعوته للمنتخب نستنى فيها بصيرتو في البريود الاخرة بالبرفورمانس عملتها نستنى في دعو نلعب في مصر ونخمم مش جايستاج نخمم الليبيان بش نعطي بش نعطي البلوس في جامعيتي ونعم فيه بش نعاون المنطخب بش كي جيني الدعوة نكون نحاضر ونعاون نرجع مع إن شاء الله أنا ماتش السودان نحاضره فيه مليح بدي جعملنا فيزيوناج وقعد نحاضره مليح إن شاء الله نعملو بش نعاون بش نجيريا بتبعبش يكون ماتش صعيب بش نحاولو ونقايموا به ونحن وينسلنا بضعب صيف الدين الجزيرة اللي غاب على المنتخب الواتني لتونسي لأكثر من أربع سنوات من وقت هنري كاسبير جاك بنسبة للأدفيرسير منتخب السودان فإنه منتظر يوصل اليوم لعشايا التونس نجم الرياضي السيح ليفسخ عقود كل من اللعب الليبي مهند عيسى وجزائري حسين دادي مواجي ليفشلوا في فرض أنفسهم كاساسيين في تشكيلة النجم وتم الاتفاق معهم على فسخ عقودهم بالدارات سوزي صبات جديدة ضمن فرق الرابطة المحترفة لولا فيروس الكورونا حمد لنجاز لعب التراجل لذي تونسي والليبي محمد المكاري لعب الاتحاد الرياضي المناستيري تمانيتنا بشفاء العجل وإن شاء الله لباس لكل المصابين بفيروس الكورونا هائة هلال الشابة قدمت بعرض لفريق هلال أو أهل شندي السوداني لانتداب ياسر مزام الهدف البطولة السودانية عرض بقيمة 20 ألف دولار تم رفضه من الفريق السوداني بسبب القيمة المالية المنخفضة للعرض وسامة بن معمر ينضم للأولمبي الباجي بعقد متعامين قادم من هلال الشابة مواصلين مع الأولمبي الباجي ونبيل بشاوش المهاجم السابق للأولمبي الباجي والهدف التاريخي للفريق في ذمة الله نبيل بشاوش يلعب زادة في الملعب التونسي والنادي السفاقسي يرحم الفقيد في مباراة الدولة الودي البارح فرنسا انتصرت على أوكرانيا السابعة واحد وليفي جيغو اللي كان قائد المنتخب الفرنسي البارح في المباراة رقمية لي مع فرنسا سجل دوبليت سين وارمعين هدف مع المنتخب الجيرو ثاني هدف تاريخي لفرنسا كافافينغا لعب رين والي عمره سبعتاشن سنة وعشرة أشهر سجل الهدف الول لفرنسا إيطاريا فازت ستة سفر على مولدوفا كرواتيا انتصرت 2-1 على سويسرا ألمانيا توركيا 3-3 بولندا فازت 5-1 على فنلندا بورجوغال إسبانيا 0-0 نمسا فاز 2-1 على اليونان وهولندا يخسر 1-0 على أرضه ضد المكسيك أخبار المركات وحاتم بنعرف اللعب السابق الباريس سان جرمان الأولمبيك دو مارسيل وجيسينيس ونيوكاسل يونايتد ينضم لفريق لجيروندين بوردو بعقد المدة موسم 1 كانت هذه EFM سبور موعدنا جاي مالي ساعتين وتاوم موسمين معرف EFM Auto Radio ترجالكم في السيزن 3 أخبار جديدة في كل ما يهم عالم السيارات كل نهارة حد من 9 إلى 10 نتاع السباح نجي أبوكم على أسئلتكم كان عندكم مشكلة في الميكانيك ولا تحب تشريك رهبة وتحب شكون ينصحك يكفي بيش تطلبنا على الـ 71-194-194 وينزل على الرقم 3 وسجل أسئلتك مالا نوتكو رانديفو كل نهارة حد من 9 إلى 10 نتاع السباح مع ميلا بن يوسف على EFM أخلى عدو إذا تحب توصل لازمك تعرف تقرر تمن تحط الساس والأهم تعرف تشوفه بنظرة جديدة إذا تحب توصل في الويلتي عندك أكثر من ثنية إيكول بوليتكليك إيكول ددروع بزنس سكول والإيكول دارشيتكتور والبريباراتوار نحن تكون ثنيتك مع الونيفرسيتي ULT توصل لمزيد من الإشتادات 71-90-28-11 ولا ULT-Tunisie.com اتصال التونس مع كل صغير يحلم مستقبل كبير في برشة جهات في تونس فما تليم ذا يحلموا ويتمناوا وأسمى أهدافهم يكملوا قرائتهم ويسكلوا مواهبهم تليم ذا مأمنين بمستقبل كبير ومن 2014 اتصال التونس مأمنة بذكرتهم ومشاركتهم حلمتهم إذا كعليش في السنة الدراسية 2020-2021 نعاود ونتقابلوا معهم في حاملة نحب نقرأ نوفرولهم أكثر من 2000 محفظة فيهم كل ما يستحقوا من أدوات مدرسية ما نتابعونا في حاملة نحب نقرأ على الباش فيسبوك تي تي وراجو يا فام والفونداشون مدنية اتصال التونس مع كل صغير يحلم بمستقبل كبير اويكوس كل ما مزلت بيش تتقال على كل لسان اويكوس كل ما جينا دي ريكت مام اليونان مع اويكوس مغرفتك فيني بيش نلقى روحي في ميكونوس اويكوس هو الياغورت اليوناني بتاعدالي سدانون غسات الياغورت اليوناني بتكسير تشاهي فوق كوش غلى بنينا وللمغرومين بالتصنيف اويكوس ناتشور بنت الياغورت اليوناني بمطعم طبيعي تتبني في البيزنس سكول متاع الونيفرسيتي سنترال نحضروك العالم الخدمة متاع او دواء دي لسانس ومستير في الماركتينج ديجيتال بيزنس انتليجنس ماناجمنت اي فنانس وباش دي ما تكون متميز وما تفلتش مناعرجة ديجيتاليزاشن البيزنس سكول تديدك مجانا وان اكسكلوزيليتي دي سيرتيفكاشن انترنشنال في الصوف سكيلز وديجيتال سكيلز اللي يعملوا الفرق وليوم في جيان سوم التابي دي كورس كيف سبوخ كاويت مي وعشة على أربعين سنتي بوا ماكس تسعين كيلو يواليب تسعمية وتسعة وستين دينار اكا هاو وهاكا لتوفروا لدينا الاتين اما ميتين ويحدو تلاتين دينار كاملين جيان يمدلل راف ماك راف ماك مع رفيق بوشنق على إيافهم أحلى غاديو على راف ماك مواصل معكم بالأخبار مواصلين مع السندريلا صندوق الأخبار والبوكس نيوز الحالة سارت البارح في المرسى مواتنا يتوفى ولكن طريقة الدفن وكيف تعاملت لنا السلطات وكان الأمر المحير في علاقة بالموضوع تجمدوا دخلوا تفرجوا على البايش فيسبوك راديو يا فهم ولخستان عشان يوتيوب بتاعنا يا فهم غاديوين البث لا ينقطع طيلة الحلقة شوفوا شنو اللي سار وتفاصيل جيكم مع السندريلا كيف ما قلت رفيق برشا ضحايا الكورونا قاعدين يتوفيه في تونس لكن طريقة الدفن غريبة شوية ما فهماش مسؤولية من عند الدولة صيحت فزاعة البارح من عند عائلة تونسية يسكنوا في ضحية المرسى توفي لهم واحد من عائلتهم وكانت وكان التعامل معاهم غريب شوية وينبعثوا لهم ساشيات بلاستيك وتابوت من عرش هكم تشوفوا فيه كيفيش والجدسة كيفيش زادة موجودة في الساشياء الكحلة خلينا نسمعوه مشنا يقالوا في الفيديو سيدة ذاية متوفي من البارح ما سعتين متعليل بالكورونا وعائلة كاملة هايمتيش أخويا وجات البلدية مش بعثونا بعثونا صندوق وعطونا الساشياء الكحلة هذيك قالوا لنا حطوه فيها وطعونا نهزو ندفنوه ما في المحد وينهم زد عيال زد عيال وينهم 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 زد عيال وين تعيال يا مسؤولين اخي الواح لعبة فيديكم وينه وشكونا يجي وينه موزر تصح وينه موزر تصح هذا يوم ويلته مريض كان مريض بالكونسير كما شفتوا معناها العائلة كيفش لبسين ساشيات همال يتحملوا مسؤولية الدفن المصاب بالكورونا الله يرحم وينعم تعليق كنت هكا هذي البلاد اللي نعيشوا فيها قتلتنا قتلتنا رانا تعبنا فما اللي قال يا ربي راني معادش النجم راني تعبت كل مرة نشوف غريبة في هالبلاد واللي اكتب ما فاميش حرمة للموت في تونس لا عايشين مسالمين ولا ميتين سالمين واللي اكتب نموت ونموت ويحيى الوطن سمعت هالين ولينا انعيشوا فيها ونوفى بالتعليق هذا الدولة قتلة شعبها حقرة شعبها وشكون اليوم بش يخذلنا حقنا ما نعرفش كانت دخل البارح مسؤول في البلدية في التاسع مع صديق اتنا ملك بكاري الحيوها وقال راو احنا حاولنا نتصلوا بوزارة الصحة والمسؤولين في وزارة الصحة وما هزع لنا حتى حد التليفون لي من مجيب ولينا حاولنا بلي النجم ونعتيه سائك وكذا ولوازم ندفن العائلة ذاية هي اللي قامت بالحاجات اللي زي ما تقوم بها المسؤولين لتجنب العدوى ومن بعد جاءوا هما تدفنوا الميت موضة جديدة تراشق بالاتهامات مش من مسؤوليت مش من صميم مسؤوليتي مش مسؤوليتي أنا المواطن يعرف كان دولة بورهين وانتي كعندك مواطن وتعرف واحد بشي طرف عليش ما عندكش لجنة فيها واحد من وزارة الصحة واحد من البلدية واحد من عرش منين بشي تفهم للتعاملات كيره احنا هذي منش متأكدين الي هاذا ميت بالكورونا هذا كلم العائلة ميت بالكورونا ميت بالكورونا عقدوا البارح السيدة الي دخل يا مراد يديك مأكدوش لي سيدتي دخل رئيس البلدية مقالمش موش رئيس البلدية مسؤول عن البلدية دخل مع مالك بكاري كيفيش ميت بالكورونا في داره؟ شو كيفيش ميت بالكورونا؟ كيفيش متعديش بالسبتار؟ مشي عليه فمشي عبير في ميت لا لا كيفيش يعرفوا معلت سيرقى روحوا مريض بالكورونا وبعد ميت في الدار معناها غريبة؟ هل يكن معايلة؟ لاي السيد أكدو قالوا مريض كوفيد 19 وحاولنا نتصلوا بوزارة الصحة وما لقينيش مجيب علشها ماش لجنة بورهان تلم المتدخلين الكل في الأمر ذي باش كمسؤول بلدية حشتوا بالصحة يعرف معاش كون يتواصل باش ما نخلطوش للصورة الموجة عادية طفلة ميتت في ماسكوكا التطهير يقول البلدية والبلدية تقول التطهير هذا تدفن الله وعلا بقدش من واحد تعدية توفي داره البلدية تقول الصحة والصحة تقول البلدية عليش عايشين في هذا؟ نفس السؤال انت موضوع قبيلة شوف هذا كان الكل متوقع روح مجيش في الموجة الأولى على خط الرب يستر مسكين باري كانت الموجة الأولى ما هو واضحين للتوانس اللي يسمو فينا؟ بالجد ما عادش تعملوا على حد عملو كان على الروح اليوم يموت لك واحد فدرش تعمل بريم ما عادش بتجي اسمعني يا اسمعني يا رفيق في شهر مارس الفارط شيخي نحنا عليك رقم مئة وقديش مئة وتسعتاش يجيوك للدار جيك لامبولانس يحطولك زوز لابسين باللابيا ذمورهم بريقلة يخذوا لك التحليل ويروحوا يعملوا لك التحليل وبعد يكلموك في التليفون وتقعد في الوزارة ذكروهم كل كيل سونتر دابيل قالوا ناصر لابستا واليوم في النهار الثاني شتشعر شنية الأعراض اللي عندك والله يسخانة 38 ناصر سخانته 38 سونتر موجود تابع وزارة الصحة بح لحكاية هدية هادي شو أمه لحكاية هدية يا ولدي تطلب ب120 140 100 وكذا هدية في التاست هاو التاست مش تفهمو اشقاعة تصاير بشوية بشوية كيف كيف السبيترات والانعاش ودرشنية الناس بالصف والدولة ما عادش اليوم للأسف زادة كيف كيف في حالات الوفاة والدولة اللي تبعث لك الامبيولانس وسبيطار يبعث لك كله كسو ما عم تمنسوا حد شي طيو احنا نقوموا بالواجب كذا ما عادش وفاة هذا اللي يكونوا خايفين منه دولة بإمكانيات ضعيفة جدا دولة فقيرة دولة مفلسة ما عاش تعمل عليها لا في تست لا تعمل عليها لا في تست لا تعمل عليها لا في متابة لا تعمل عليها في دفن وهذا الدليل على ذلك لا دي لسالة نعطلها برهان لا بش لعبات تعرف علاش قادمة لا تيماء الدولة تيماء الدولة كان تبكي للمجتمعات قلوا بيا ولادي رأي كان مش تتخذ رأينا بالناس كل مش تبقى رواحة وحدها امان هتنا تليهوا بروحنا ردوا بيننا بطبيعة عاملة الغلطة بتاع فتح الحدود وزدنا نحنا زادها شخنا وقلنا انتصرنا وخراجنا وما على بدناش وباقي ما ناش لهنا وباقي ما مستهترين وباقي كده راهوا هذيك علاش نحنا رانك يقولوا كانت تضرب الكورونا ما ناش بش نكونوا ألمانيا ما ناش بش نكونوا في فرنسا ما ناش بش نكونوا الاتحاد الأوروبي هذوك عندهم إمكانيات هذوكم عندهم ينجموا يقاوموا اقتصاديا صحيا كل شي وهذا اللي يحصل راهوا العباد يطلبوا 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 مهمش يجيهم حد حد برهان انا معاك في اللي قلت ولكل اما فما كان نبعدوا على الجانب متاع الماديات والامكانيات فما سوى تنظيم نحكيوا على 80 مئة في زوزة في نهارين دولة غير قادرة 80 انسحالة متنجمشت أمان دفنهم هاتي هكشفت امبيلانس بعدها للمستير امبيلانس بش تهزي لحيا بعدها للمستير وهكشفت معلائي كان نحضوا لحكادر الـ 1100 شناعملوا 1100 شناعملوا هاي هم على كل واحد يعمل على روحة شو يصير وقتها قالوا الواحد يعمل على روحة عملوا على روحة ما معنى يا برهين ركعت قدوك تخافي في ميكروه اللي عنده وحد ماتش يعمل هذا اللي ينتظر فينا هذا اللي ينتظر فينا عمل على روحة ما تنتظرش بتعمل تليفون مش تهزي انا يا رفيق راهو عند فهم مشكلة الان نعرف عباد ما همش لاقين كفى يعرفوا روحة مرضى ولا مش مرضى راهو راهو يكلموا يكلموا ميجيهم حد راهو يكلموا تاستكلم كده. هك هو. كل واحد تبه راسه. والزويل اللي ما عندوش الناصر وما عندوش معرفة. ما عندوش كده. اخي ما كش سامع العباد اللي قاعدة وتضرب الاعراض. سمع. ما كش سامع العباد اللي تضرب العراض. وتقع تدارها وتموت وتتسجد وما فهم حد شيء. نعرف. وما انه تعجز دولة. انها مسؤولين في الدولة انهم يتصلوا ببعضهم. وزارة صحة يكلمها بوحدة البلدية ما تهزش عليهم. يعرفوا الارقام الخاصة بتاع المسؤولين الجهويين وغيره كده. لينا مبعد اليوم شوفك عملية كيف سارت. ليزي واحد لجيعة. ليزيك الارتباك عبدة عزيزة عليك. وتعرف عندو كورونا. نقرب وما نقربوش. الميت عندو حرما نخليها كاكر. نخلي بابا والامي. وممتون خاف على روحي من كورونا. مسؤول ما يهزش. وبلدية تقول مش مسؤوليتي. وعملنا اللي علينا. وهزي ينلهم لويزم. لويزم شنوه ساكحلى لويزم. ساكحلى لويزم. ساكحلى لويزم. لكن اللي باهت في هذا الكل رفيق. يبدأ عندك واحد ميت في الدار ومي يجيك حتى حد ومي جاوبك حتى حد ويتا يشولك ساشي كمنا. كيف كنت بره تصرف. شو تعمل معنا. شو تجب تعمل. بره تتلز انتي تضحي بروحك وبعائلتك انوا قبل يقولون ردوا بالك وفهمة بروتوكول لواحد. وساشي سبيسيال. وحاجة سبيسيال ويزي متعاقم المريض قبل ما يموت. ما هكتشوف. هاي الصور توري. هاي الصور. هاي الصور. هاي الصور. هاي الصور. هاي الصور توقع كمشي. ياما. نحن مشيو لاخبار لطرقاته. ربي يا رحمه ربي يصبر للعائلات. شوية تلموت. شوية الوجيعة. شوية انت جمش تعلق وتبوس العبد اللي تحبه وزيد. شوية تمرميد متع كيفاش تدفن وانتي ماكش عارف. مفريمو. معنا يحطوا فينا في حالات مزلنا في ارقام مقبولة. دولة غير قادرة انها تدفن اربعين ميت في نهارتي باش دولة. وانتي في حالة حرب ومكانيات ومليارات ودنيا واستفاف وتجييش. شو تنجمو تعملو كان اربعين ميت متفرقين على اربع عشر ولاية. ما تنجموش بفروع الصحة الجهوية وغير وكذا. تأملو دفن امتاح وفاش قاعدين تعملو. وين تحبو توصلونا. معا كلام برهان. هذو ما حاجات الارمان. تفقوا على رويحكم الناس الكل. لانو ماشيين في حاجة تورينا ضعفة دولة وعجزها. اممتو مسؤولية الدولة مجموش لنا حيوان. مشوا لاخبار التورقات. يالا. ايف ام انفو ترافيك. مرحبا بكم. مازال شوية تعطيل متواصل على ال جي بي سات. نيفو قمتار تقصر سايد. فتيجه باردو. يتعاود نيفو مدحف باردو. فتيجه رمبو الخاصة. كيف كيف على دخل تونس الجنوبية. نيفو الكبارية. وعلى جي بي 8. نيفو حين نوزا. حتى الرمبوان ارينا. ومن بعدو نيفو centre urbano. فتيجه. centre-ville. ذاكت مطواصل على جي بي 5. مددن. فتيجه. رمبو خزنادار. ومن بعدو نيفو بوشوشة. فتيجه. رمبو بي بزاعدون. ذاكت زيدا مزال متواصل على الهر 23. نيفو رمبو معلد الكرم. وعلى جي بي 10. نيفو رمبوان. فتيجه. ارينا. كيف كيف زيدا ضغط مزال متواصل على جي بي 9. من نيفو خرجة العوينة حتى للثاكنة. فتيجه. centre-ville. نمشي وليس فيقس نقاو تعطيل على طريق جرمدة. نيفو سين ايق بي اس. فتيجه. وسط البلاد. وضغط زيدا على صدق جرمازي بين طريق جرمدة. وطريق لفران. ونيفو رمبوان. الارويقة. فتيجه. وسط البلاد. وعلى شارع شهده. فتقاطع مع شارع خمسة اوت. مجيهتين. الحركة عادية في بقي الجهات والولايات. ما فهمش تعطيل كبير. نذكروا. نذكروا كل اللي تفعلوا معنا على الويز وعالجروب فيسبوكية فيما فوت خافيك. كان عندكم اخبار يهم الطريق كلمونة على 58 550 750 711. سيصور واحكم وطريق السلام الناس لكل. الساعات المكتوب يغرب لك أحبابك وأقرب الناس لك. أما الفرحة الكبيرة. كيف مهما يبعدو. نجم تقرب للعزيز عليك. يهزوا معك وذن القفة يشاركوا فرحك ويقفوا معك وقت الليزم. الكل تونسي وتونسية بيكامل تراب الجمهورية. بشراكة مع البريد التونسي موني جرام تقرب لك أكثر ومين ما تكون. وتحط خدمات على ذمتك في أكثر من ألف مكتب للبريد التونسي. وهكا تستلم الأموال من الخارج وتقوم بجميع التحويلات بضمان سرعة وبكل أريحية. موني جرام تقرب لك أكثر. مع الحركة ريحة حواجنا في ساعة ما تتبدل. هذي كاليش نظيف جديد باتر الورود يضمن لكم أحسن غسيل بتكنولوجية النظافة العميقة ويزيد يوتكم باتر الورود اللي يدوم في الحويج ويخلي ريحتهم ديما بنينا. فرشك روحك وعائلتك مع ريحة نظافة باتر الورود. نظيف ديما نظيف. انتم تسمعوا في رفماج البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس. على ايفام احلى غاديو. علي رفماج. يلا سندرلا ماسين معك بالأخبار. ماسين بصندوق العجيب توتسويت يلا. بوش نمشي والبو بكر بنعكشة ليهبت تدوينه على صفحته في الفيسبوك. ينتقد فيها جعفر الجيسني. اني كتب له جعفر الجيسني عفواً. ياسر تاعب صديقية. شلزني نتفرجها. مباشة ناس يتفرجوا في برشة غبية للأسف. نحتضر لك خيامة ياسر. وزي تكمل هذه نوعية من البرامج. لازم مقدم تتوفر فيه شروط من بينها الكفاءة في إدارة القضايا الاجتماعية. وعدم إطلاق أحكام عاطفية. التفاعل كان هكا بين اللي جي مع جعفر الجيسني وبين اللي كان جي ضد. فما برشة اعتبروا نقد أبو بكر كان لذع وقالوا له مش معقول تقول عليه غبي فرق كبير بين النقد والانتقاد برشة غبي ممكن. ما عنده اللي يحبوه ويتابعوه واللي حتى كوصيح على المستمعين والمشاهدين. قلوا راه عهد الوصاية عدة وكل واحد مسؤول على روحه. وإن شاء الله نهاري اللي تولي فيه مسؤول على البرمجة ما تعطيهش مساحة ينشط فيها. وفما اللي قال بالعكس جعفر إنسان تلقائي محلي بغض النظر عن هذه النوعية من البرامج الاجتماعية. وفما اللي يكتب له شبيك يا بو بكر انغرت وشبيك غرت من جعفر الجيسني. ذهر فيك ماذا بيك تكون انت في بلاستو كيتحقق نسبة المشاهدة اللي يعمله هو وقتها عندك الحق تنقده. وفما اللي جاي مع بو بكر وكتب له بو بكر عندك الحق. بو بكر حاب يقول انا اولا نشط غديك وغيري من الصحفيين. ونوفى بالتعليق هذا ترجمة كلام بو بكر يقول وين هم الوجوه الشديدة والشباب في المشهد الاعلامي يزيه جعفر. موراد. هذه ديما القضايا المعاقدة لانه الوجوه الاعلامية يلزمنا نعبره كما نحبه على رأينا ولا هكا عنا واجب نوعا مياه واجب تحفظه نوعا مياه. بو هو اختيار معنى اللي قالوا كلام معقول جدا بو بكر. هسكو يزمو يقولو ما يلزموش يقولو. هذيك هذيك اللعبة اللعبة الاعلامية. هلانك تقعد كما قدك في نوع من النفاق. ونعتبرو زيدا انو نوع من الحيرافية. انك ما تقولش سكو تبانس على مناشتين اخرين. انا شخصيا من نوع بلوتون احتفظ برأيي لانو ابرتو دي ما تناج نقول احنا منفسي. معنى انتي في الاخر جت جيت. هذا واحد. انتقدت موهم. معنى ابرتو باع. اجي قولك نحالك بلاستكوك المنطق اليك. اون بلوس بيش تحتي تقييم بالنسبة لي انا يزمك تكون تعمل في حاجة فوق التقييم. لا لا مش ناشحا معنى ما نجموش نقايموها معنى شكون اكس ولا يجريك. مش حتى ابو بكر بشوخر شقول عالف لانو تهبت تدوينها هكا. اتناشتعة تيراية تقول انا نحبه ما نحبش نتفرج ما نتفرج. اما وصفه بالفشل وما هذا وغيره وكذا مع كلمة صديقي. انا الامانة ما حبيتهيش. مرجمش تكون صديقي كنت يتهبت لي تيرادها هكيك على صفحتك في الفيسبوك. تخرجني قدام العبيد بليش حويش بيتي قالت انا كنتي تعطي في الرايم تاك. وهذا واحد اثنين مراش واحدة نجم يعمل برامج هذي كان اخير من جعف. لانو الوحيد اللي يجمع ما بين الجانب الدرامي والجانب الفوكي. نجم يضحك جعفر مع الناس كيمة نجم يتحسو سنسيبل ويبكي وغيرو وكذا. مراش الكلام اللي قاله ابو بكر برح يلتيان دوبوه هذا راي بورهان. كلمة. بو انا ما نشوف حق اين كان يقيم اين كان. على صفحته الخاصة. يحكي كي ما يحبه بكر ما يمكنش انك تسحبله حقه في انه يقيم اللي يحب. هذا منطق انطر زملاء وانطر كذا هو اختار انه يقيم. اتبقى ايضا من حق جعفر انه يثبت له العكس انه يثبت له انه جمهور جعفر جمهور اوسع. الناس ما زالت متمسكين به. ما زال وين ما يمشي جعفر يكون ناجح. لهنا نحلو الضباع حول قصة ما معنى انك تكون ناجح. ايبا تكون ناجح لانك كنت اكثر نسبة متابعة في البرامج اللي تعمل فيها. ويحق لي جعفر ان يفتخر بذلك. خليها الضباع ايخوة انا بالنسبة لي من نتقلقش. على المستوى الشخصي ما نعرفش نعباتها تتقلق من بعضها يقول لك علاش اذا كان هو صديق وبالجد اذا كان كذا يعرفوا بعضهم. اتبقى خارج الايطار المثلة الذاتية هذية موضوعيا خليه تكون فرصة. من حق ببكر المديرايو. ومن حق جعفر انه يأكد له العكس الف مرة. ومعنى ما. بشو قولنا اي انسان قابل للنقد جعفر ولا غيره اي انسان يناجم ينقده ويقول فيه اللي يحب. لكن طريقة النقد هي اللي تختلف من شخصي الى اخر. معنى كنت تناجم انت تنقد جعفر برنامج جعفر طريقة تنشيط جعفر. فسان تكون ألطف من اللي انت قلت اينا بالنسبة لي غابي كلمة مش حلوة. واشنو تقول له كف وكعبة حلوة تا تقول له غابي معنى غابي للنس اللي تتفرج عليه ولي هو. وزيد من بعد تقول له خويا وصديقي. وحاجة اخرى اينا واحدة من الناس نحب يقول والله يا لعظيم. جعفر بالنسبة لي البرنامج سفي قلبك تبدل كمبليتما مش كما ما عليه كما مع جعفر. جعفر دخل الانساني في البرنامج. دخل الامام يعني جعفر الانسان صلح برشا حاجات حكي في قضايا معناهم مهمة وبعد على الفضايح. ما هما البرامج هذو ما يقولوا عليهم برامج فضايح. يفلم عليهم الفضايح. نحكي برامج ومشاكل اجتماعية ومشاكل انتهم الناس كما المخدرات كما برشا حاجات انا اتفرجت فيهم عجاعك بيسمي. بعدها نحكيت متاع ها وفلين اختصب بنتو ها وكذا ايه. ارتقى بيردوا برنامج بالحق يصلح والناس تتفرج عليه. عايزيد خلنا سكر. الراف ما اللي يقول على عبداخر غابيه ما نجم يكون كان منحبش نكمل. حاب نقول له عيب استاتيو اللي كتبتو وتحب ولا تكره كي تجي تنقط عبد يا تكون خير منو. نحكيوه اليو ما تحب ولا تكره انتي اليو ما انيماتور ما تنجم تقيم روحك كان بالجمهور. ما تنجمش تركبها الروحك نجم تكون انتي وانتي اما الجمهور يحكم. اليو ما جاع في القسمي. الارقام الكل تقول لهو انسان ناجح. عكس بوبكري في التلفزة. للاسف بوبكر ما نذكره لهوش تجارب ناجحة في التلفزة. تحب ماهير يريو جزء متقييم. مش تقييم وكل جزء متقييم. باش نعطيه حقه بوبكري يخدم في السياسة. اللي ما نجموش القارن يسيب مشاهدة البعض بنامج. هاو سامير ويف يخدم في السياسة او ناجحة سامير الويف. عشانش سياسة اخرى. يا يشف الكرونز. اللايت. اللايت فيها الخفة القضايا الفوق فوق برميدو جري. معناه مشكل العمق اللي ساعات يقلق الناس. تفاصيل التفاصيل وميزانية والقانون ومحكمة دستورية وغيره كذا. معناه سامير اختار ناجح وهو ناجح جدا فيه معناه. السياسة اللي تفهمها عامة الناس. مسيوة تولموت كي بده يتفرج فهم. هذي الدكتوري حر هذي نهضاش كوم بشير. بحش بكم كذير. البسيطة بسيطة 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 بسيطة. سامعني بوبكر برنامج دي عاملو عاملو الليربع. هذيك بكش يعمل ب برنامج اخ موضو اخ. مع ابوبكر هذك. نرمال مول هكا هذيك اتشمحها. انا الليربع تشمح. انا الليربع تشمح. سعيد يخونا بوبكر. سعيد يخونا بوبكر. لا 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 لا. يلزمك تكون كويران. انتي تعتبر انو بوبكر ابن عكيشة. ما عندوش الحق بش يعطي راي. لا ما عندوش الحق بش يعطي راي. انتي بزلكي قلت. الشي اسمه. الهاكا حقه تسمع البرنامج. متاع بوبكر. ما تعتبرش روح كويران زيد ولا كويران. ليه كويران ولا كويران واللي تحب وعنا فيه. ليه مول سيجم على الاخر معنا نفس. بش نوفه بخضر فيسع فيسع. نمشيو المدينة الحمامات الشمالية. وين غاديكا صار انقطاع متكرر للكهرباء. وحسب محمد عبدالواحد اليوم معتمد الحمامات. قال انو الفراق التقنية لشركة الكهرباء والغاز بيصدد الدخل لاسلاح العطب. وش طلعها السبب يا موراد. طلعها انو تسبب في العطب بهذا احد القوارض. اللي هو جربوع بلغتنا زيد. هو اللي تسبب في قطع الكهرباء. التوين ساب برشا علقوا كتبوا حاجة متوقع في ذلك سمت الدولة. والله هذية اخرتها. وليش جربوع يحكم فينا ويخلينا نعيشوا في ظليم. فما يقردوا بالكم ترخوا ولا تخليكم ترجعوا بالتوين. الجربوع هذية لازم يتحاسب. واللي يكتب حتى مجردين خذي وباي فينا صحة عليهم. هذية انا متأكد اللي هو واحد من المسؤولين حب يهرب من المسؤولية. وحلا في الجربوع مسكين اللي بش يتحاسب شرح يساب. من دون تعريق معنا. تصير 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 تصير. حاجة تدون ما تصير معدها في الكوب كوران. تجمي تصير جربوع يعمل كو سير كوي. اشتقني ناسر. بظلنا. هل عندي موضوع اخر يقلقني مرجدة. وجايني مساج شخصي. الوبراتور اللي نتعامل معه. قالي فاتورة كيزمك خلصها قبل الواحد بديش عشرين عشرين. والمبلغ 16 مليون ستمية وسبعين دينار. فاتورة شنون. فاتورة تليفون. انتي تحكي ب 16 مليون. ما تحكي ب 16 مليون. وانتي خالت تنقط في ريانة. 18 ألف دينار. فتنا صفرات. لا تريفونة صفرات. لا تريفونة صفرات. لا تريفونة صفرات. لا تريفونة صفرات. تنقط في ريانة وتعملها. تنظر. نعود بعد الأخبار. أخبار التقس. وبعد الأخبار. وبعد نرجع نكمل الناس ساعة الأخير من حرفتنا لليوم. ما تبعد والشهر. إيافام ميتيو. صباح الخير. مرحبا بكم. وما كنتوا تسمعوا فينا على إيافام. أحلى غاديو. اليوم الخميس ثمانية أكتوبر. الأجواء بيش تكون مغايمة في الجهة الكل. ويمكن فما شوي أمطار ضعيفة في الصبحية. في تبرقة وعند رهم ونفزة. الريح معتدلة في أكثر مناطق. سرعتها في حدود 30 كم في الساعة. أما في الصبحية تكون أقوى في الشمال الشرقي وعلى السواحل. وسرعتها تنجل نتوصل 50 كم في الساعة في هببيت. البحر مضطر ببرشة إلا في خليج قيبس وين يكون متموج. ودرجات الحرارة أعليها بين 24 و 29 درجة في الشمال والوسط. وبين 27 و 31 في باقي الجهات. وتوصل 36 درجة في برج الخضرة. نعملو تحويسة صغيرة نشوفو الأجواء في بعض المناطق. نمشيو البيجة وين تسمعونا على السن 3.9 نقاوس مام غايمة. الحرارة ما تفوتش لـ 24 درجة. والريحة خفيفة سرعتها في حدود 20 كم في الساعة. من بيجة نطلع لك بيلي نقاوس ميسافية. الحرارة تصل حتى 30 درجة في العشية. والريحة خفيفة سرعتها ما تفوتش 14 كم في الساعة. وما فميش أمتار. أنا نرجعكم ساعة جاية بحويل التقص وانتما ما تبعدوش. بعد شوية مكملين مع رفق بوشنيق وتوت لكيب في الرافماك. وتوت سويت نخليكم مع الأخبار. يفين توت 9 و3 دقائق في تونس لـ 10 و3 دقائق في لافاليت. أخبار الخميش 8 أكتوبر مع السيل مهلل. مرحبا. مرحبا. استعجالي سبيتر الرابطة جاوز طاقة استيعاب. وهذا مخالة المرضى يجيبوا جراري من ديارهم ويفرشوهم في القاعة. وفيهم إصابات فيروس كورونا وحتى حالات مشتبهة. ورئيس منظمة الأطباء الشوبين جد الهنشيري يعطينا أكثر تفاصيل. للأسف للوضعية هذه كذلك صحيحة. اضطرار الطاقة متطبي معناتها للتعاطي مع المرضى في المكان هذيك. بالإمكانيات هذيك. كمستشفى الرابطة مع استعجال المتاعه صار معناتها. نجاوز طاقة الاستيعاب المتاعه. لأنه ثم خلل في توزيع المرضى. لأنه معاش فما بلايسمان. فماش بلايسمان هزو في المرضى. هذو كم مرضى معناتها. غلبها بدرجات مختلفة. عندما إشكال في التنفس مصابين بالكورونا أو مشتبه. في إصابة بالكورونا يحتاجوا للأكسجين. ويتعمل لهم معناتها التحليل والتحليل الأخرى والطاور وغيره. في الاستعجال. بمعناتها هدف. أنه يلقى لهم بلاصة في الأقسام المعدة للكوفيد أو أقسام الأنعاش. للأسف هذا صار صعيب يسر. مما يضطر معناتها أنه نحاوله بالمجهودات الموجودة. أنه في المكان الموجود هذيك. نحاوله ننقضه أكثر ما يمكن المرضى. تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منوبة بتاريخ 6 أكتوبر. ولمدير الجهوية للصحة نبيل قدور تعطينا أكثر تفاصيل. في الوسيس سجلنا 22 إصابة جديدة. حامل الفيروس من 323 من فاتح الحدود. عدد الحالات الإيواء في 321. عدد الإيواء في المراكز صفر مع نيش حتى حالة. في المؤسسة الصحية عن حالتي. عدد الحالات التي تمثلت للشفاء 144. وهنا حاجة مهمة أنه عدد الحالات التي تمثلت للشفاء قاعدة تطلع. قية أخبارنا في عناوين حذر جوالين في قليب تونس الكبرى بداية مليوم وحتى الأنهار 23 أكتوبر. الحاسم في جلسة ملف شركة البيئة والبسنة في المفاوضات بين الحكومة وتنسيقية اعتصام الكامور. ومواصلة تفاوض في ملف 1500 موتن شغل في الشركات البترولية وصندوق 80 مليار. نقابة الصحفيين والجمع العامة للأعلام يتفقوا على رسم استراتيجية عمل مشتركة أساسها ضمان حقوق العملين في القطاع الأعلامي. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقول إنه بلاده مش باقية في أراضي سوريا للأبد وبشتني توجدها بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة. موعدنا يتجدد في أخبار العشرة وتنجموا التابعوا برامجنا وأخبارنا على يافن تيفي على اليوتيوب. إيجاد إيجاد إيجاد. اليوم الخميس التسعة ونص جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها ساعتين ونص فيهم برش ضحك وبرش زمان حتى النص النهار. زينب تحكينا أصل الحكاية والتفائل والأمل مع مدام ليلي وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شهين ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية الزمان. هذا الكل أكثر مع المدام وجيها نص النهار موعدكم مع برنامج في تسعين دقيقة الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك سوفيان بنحميدة طارق الكحليوي وشيكي بالدرويش. ماذا ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب الملكي. اطلبونا على 58 550 750 707 واعطيونا أخبار جهدكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهجة ريبونال ما في ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما ثلاثة غير أربعة ثلاثة في سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إيافان يواصل للموسم الثاني على التوالي في الإختصاص التبي. استيشارات ونصائح تبية مجانية مع هيجر الحناشي مع هاتبي بكل يوم من الثين للجمعة يكفيكم بجهة البونا على 31 300 و 8000. الاربعة متع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الثين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متع العشية غاسين كاري يونسوكم في المروح من القرية والخدمة سيمي بن نور وبقية الفريق الجميلة الشيحي عبدالستر عميمو أنس بن ميلك سوسن معالج إبراهيم الطايف الشيدي العرفوي فرح بنرجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبوغ مع أيمن زروق سيمي رسليمي حسيم الحاج علي والكافتن خالد حسني في سبوغ بلوس. الثمانية متعليل تسمعوا ليصار نهار كامل في ساعة ما حاتم بالحاج فيما حاتم. من التسعة للعشر متعليل تساروا مع نوفيل جينيغاسيون طرق الحنيشي وبقية الكيب والضحكة جارانتي. العشر متعليل شارك معنا في كلام في الليل عبر وعتينا رايك على 58 550 706 في المواضيع التي تقترحها فرح بنعمارة كل ليلة مليفين الجمعة. EFM أحلى راديو نحكي لكم عرّف أني ماتر مش عرّف هو رافيق الطريق يحط النقط على اللحاف تقيله معه دماتر لعنا يميزون يا ياساتر ومعه البرنس الكنز بثمار وفانات وماجر زيد زياد وزياداته والطالونت على السندريلا ويبادر بدل بنقشاته يقوله شادت قول الشلة يجود فيبز موجود غرياني الندرة سو كيوت وزغيد يركح ويشوت تقيله معك على اليو في السوق علي راف ماج 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 علي راح 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 ربي يصل ليتيح برهان في الشي هذي ومش حلو قالك مش عبّت الزراعة بتاع الشعر متاعه كيفيش بربي يا برهان ليه انتي ناد ليه مانتي عمل دودودديش وين يا رفيق؟ ادخل بربي على الانستغرام تاع الناس اللي بدي لتوا عندك الفين من عمله يا ودي لتوا في 9400 وانفق حاجة شبين دهالي يا رفيق ولو يا ناسر راو شعبيتك من وقت حكاية هذيك بتاع الظو مرتفع البرح بشي تنحجم واللهي حب الحاجات محمد مريح ورقية تليونات غديك لكلهم بربي سلم عن ناسر سلم عن ناسر بطبيعة كلهم بكلبستية حكاية الضوء تعالي سفيرون حق الرد بربي رفيق حق الرد ممشي تفادلين احب اقول لكم الي اليوم لانستغرام ولا وسيل التواصل بينك وبين الناس اللي تحبك الناس تحب تعرف عليك برشا حاجات دونك انا اخترت اليوم بش نبدل و بش نتراجع على مبادئي وش نوري الناس شنو عن طيب شنو عن ناكل شنو عن نفت شنو عن التفرج تفاشخوا الطابعة على البيب و هو يتفرجوا معايا دونك شنو المشكلة اليوم فهم برشا قولولي بربي قميمة ورريونا ورينا زوجك نص المئة الالف تنوريكم زوجي معدو 10000 فوريين احميتك و معدوما ترى ريت كيف اشتاحت ارى واو الله ما فامت شو حبو ايراوه نونك اعمل 10000 فوريين احملت فيرغة شوف ذيكا انتبعك بسحالة انسانية و بعد انسانية طبه كذل يحشب مساعدة يحشب كذل يحشب واحد امثلة على المساعدة الاجتماعية عمري اللي ريت ومي ما تبرتاجي بنا ساعات في ستوري نحط دعالها حطينا نبرتاجي ستفغي مرادة الأغلاف همتني والليم يا ولدي راو نهاريخ ربش تتحاسبوا راو رابي نهاريخ بشي قلوكم استعملتوها على شنين لإستجرام والله بالحق والله كفر فينا معنا اللي هي مش كفر فيكم مراد هو شي يقراك كل مرة يقراك هاو جون بول ساتر شحكي او كاتب ماركس ديونو فيونو الشعوب زفرة درشنو المخلوق المتهد روح وعالم بلا روح هاك تحتفل ديما بالأممية الثانية الأممية الثالثة الكومنترن هاو كلمس ماليول بالله الوير قوس خوزح مع انت عبرتاج ميسجي جيونا ما في عباس ما هي حديث نباوي كل مرة هكتفل والله العظيم كلمس زياد صحيح ذك عليش أنا ولي تخمم سريوزما بشو اللي نعمل اي جي تي في غاديك في الانستغرام شو مالي نعمل حاسيلو فقرة قارة اللي هي بش نعتي دي زاند بوزيتيف للعبيد ونذكرهم بكلام ربي كي ما حكيت اليوم تتمع في المخرج يا اضحك والله فكرتو والله فكرتو انا ما تحكت في المخرج انت ديما تذكر اللي جا تخدم عنا كرونيكوز نادر الغرياني وتعمل فقرة ناجحة برشة تنفس وشد نفس ورجع عن فا هاكت عبر في دوبا صديقتنا نادرة ايه تاو الشاي ماشي شي ايش صديقتنا نادرة كي صديقتكم امن بالفقرة نادرة ولا نادرة يا اخوي علش ما تساجناش الفقرة وتولي تعديها كي انت مامن بها الفقرة انا رجعت وبعدها جيت التزامات مهنية مشيت للدبي عملت معنا تقريبا ثلاثة مواسم يحبوها برشة نادرة ونسلموا عليها في دبي قارة تعم في خدمة كبيرة ولكن نجاح كبير وعندها حتى كدويت جوا مشي خموزة انا فيشني يا كدويت يودين بعد الثورة لعبات دابرمت شي خموزة مش في دبي خلق بربي بعد الثورة روصح عليهم لتطبعوا زر كوية سيبه واش بيك خانمشيوا البتاقة طي كيختون دي جوق سقوط الطائرة العسكرية نبدأ بيك بورهين حتى كنا نحكين عليها البارح وعطت عليها بطاقة يظهر لسنين نرجى مع بورهين نحكيوا عليها سقوط الطائرة العسكرية والطائر اللي توفى التفاصيل عن موضوع تلشيط مع بورهين يرحم النقيب بهدي ابو بكر الطائرة التونسي اللي توفى في حد الطائرة العسكرية ويصبر أهله البارح اطلقى تعازي وحتى زيارة رئيس الحكومة الدارو اتبقى أنا اللي الفت انتباهي هو حديث سيد رئيس الجمهورية في استقباله السيد وزير الدفاع بخصوص ضرورة تجديد العتاد العسكري للقوات المسلحة وذي يطرح نقاش صحيح ما ينجمش تخاف الإعلام ومكانه في اللجان المتخصة واللجان الخاصة كما لجنة القوات الحاملة للسلاح في البرلمان لكن اليوم كي تسمع انه الطيران بتاعنا والسقوط الطائرة شنية في مهمة تدريبية ولا مهمة استطلاعية طيارة F5 بش التونسي يعرفوا ياولادي نصبروا على دولتنا راني دولتنا عندها حدود كبيرة على مستوى امكانياتها رانا نفيق رانا دولة فاقيرة عمارة الخمسين ستجارة بولهان هادي من الجيل الاول اللي تم استعمالها في اخر السبعينات ال F5 اللي لتوى جيشنا بازال يستعمل فيها يعني بش نعطيك مثال مثلا الدولة شرقة وسطية كما الدولة الكيان الصهيوني معناها التكات خارج الخدمة طيارة F16 F16 اللي هي طيارة متقدمة نسبية مقارنة بF5 F5 كما تقول انت راك مزلت تسوق يا رفيق يعني في كاتريل توا مزلت تسوق في كاتريل في رالي في رالي بتاع عالب واليوم حان الوقت راو ما نحقروش الحكاية دي صحيح بلادنا اخذت اختيارات مع برجيبة بخصوص الحجم بتاع التسليح والعتاد للقوات المسلحة ما راهناش عليه برشا لكن اليوم راهي الدول القوتها الأدوار الاقليمية اللي تحب تلعبها احترام الناس لها دورها في محيطها مكافحتها للقضايا والتحديات الأمنية الداخلية كما الارهاب راهي تمر ايضا عبر عتاد عسكري محترم تحاول قدر الامكان انك تواكب به التكنولوجيا على الأقل اللي لم تكن التكنولوجيا الحاضرة حاليا اللي هي صعيبة الدول اللي قاعدة تاخو فيها هايزا عندها امكانيات مادية كبيرة ولكن على الأقل التكنولوجيا اللي مش بعيدة برشا تكنولوجيا متوسط المداني اللي ما تخصمش في ارويح اللي ما تخصمش في ارويح على الأقل معناها الله يرحم النقيب مهتي بو بكر الله يرحمه هي خسارته لا تعوض الخسارة في الواحد لكن انا اعتقد ان جزء ايضا من الخسارة الصورة اللي خرجت لإمكانيات الدولة التونسية في أحد القطاعات أحببنا أمكرهنا استراتيجية وحساسة لأمن القومي أن ما زلنا نستعمله في عتاد بالنوع F5 هذاك علي رئيس الجمهورية واضح الميساج متاعه ما نعرفش نياق قيمتها الميساج أن نحبه ونعمله نحن وما نجموش نعمله رضي مش الحكاية أن نجم ونعمله ونحن ما حبينيش نطوره لعتاد العسكري التونسي راه إمكانيات ما عندناش ما عندناش الإمكانيات والدرجة أن ما زلنا نخدمه بالF5 رب يرحم النقيب اللي تعفى رب يسبر عيلته تعزينا للمؤسسة العسكرية ولا رسالة كما قال بورهيل إن شاء الله تخلط معناش فلوس لو لا فقيرة وإمكانياتنا محدودة نحن نحيش في حرب على الإرهاب لو كان عنا فلوس أولوياتنا حصلوا العتاد من طائرنا وأساطيل الطيارات وغيروا بالنسبة للجيش ولكن غير عاجزين طيروا بطيارة عمورة خمسين سنائة تقنية بتوضي معش زماتير طيلا بعد خمسين سنين يذول ليها بنيني سبيسيليست ولكن قريد كلكو زارتيكل حتى لو كان ما تنجم تير خمسين سنة عمورة خمسين سنة اللي عدتوا بلا هوية أكثر ما اللي الظحية ربي رحمه الشهيد إن شاء الله عند ربي وإن شاء الله لديك آخر الأحزين نمشي ونحكيه على البرامج نحكيه على قناة الحوار التونسي الجديد الجديد برنامج كريم الغربي توجه جديد لقناة الحوار التونسي وهو برامج الألعاب بش نشوفه برنامج للألعاب لجافر القيسمي وبرنامج آخر للألعاب لكريم الغربي بش يكون إن شاء الله نهار 13 أكتوبر وتصور ديجا وشوفنا كريم مهابط كواليس التصوير البرنامج هو فيه نسخات عالمية واليوم بش يكون فما نسخة تونسية الفكرة أنه سوز عائلات قاعدين يتنفسوا دونك نتصور إنه بش يكون برنامج عائلي كريم الغربي في أول تجربه كمنشط نتمنى إنه ينجح في تجربة التنشيط واعتبر إنه حس بروحه استغني كاكرونيكور دونك هذي فرصة ليه نوري للناس إنه قاعد يقدم ويتور في روحه ورغم صديقتي أنا وكريم الغربي أما بش أقولك يا كريم راني مانيش بش نفلتك بش نركز معاك وبش يكون نقدي لك لذا دونك الزلقى بفلقى تهديد أذي تهديد أذي تهديد أذي أهو بطل برنامج جمعاتي قالي بطل تول كريم مسؤولي الحواء ركح أهي قالي تول فأي مسؤولي الحواء ستحب برنامج تول توتسويت من كريم قالوا ركحة معك شعوضه بوميما العياري تضحك أنت أين كلمتي عند وزنها في تونس أهي بيأسير أهو والفنانين والإعلاميين يحبوا يسمعوني ويخافوا من نقدي لهم أهو اسمع يا سيار أهو مغربوا بالكفة كتاح لخطرنا يا راب سنننخدم في البرنامج الصباحي الأول وهوني صوتي تسمع في توس الكورم رابي على الأول يا راب في المستمعين يسألوا فيه ساعاتي يزابيوا القنوات الأخرى نحن الأول وليخ الأول شكون الأول تو أحنا أحنا يا ودي كل هالبرنامج اللو اللي الصباحي شكون يا رفيق شكون يا رحم والدي أهتا نعطيكم التفاصيل بعد شوي ولكن في علاقة بالبرنامج نحن نزال شعري نحن نزال شعري ونجح وقت نجح وقت جد برنامج الألعاب وكو سيبت برنامج الألعاب تسجدوا حلقات الأولى مع كاريه لا ما زلوا ليلة تسجنت حلقة وبش يزيدوا يسجلوا وحلوة الحلقة عليش خط العيلة تتفعل مبعادها والعيلة الأخرى جمعة جاية دونك إن شاء الله جمعة جاية نهار ثلاثة هو نهار ثلاثة هو نهار ثلاثة خيار قناة الحوار محتاج بطريقة البرامج تاوعية من عالش والله أظل لي رفيق اللي حاصل أنه ما هو تعرف القنوات المنافسة هذيه يقع فهمت تجسس متبادل هم موجوعين حالياً عارفين عليش قادبين عارفين أن القناة التاسعة عاملت الصفقة العمر اللي نيس مش تكتشفها صفقة العمر صفقة الصفقات يعني ملك ملوك التنشيط ملك ملوك القنصيف بتاع البرامج ملك ملك الفريقيا ملك كذا يعني سيكون موجود سيعلن عليها قريبة على قناة التاسعة هم يحاولوا يحاولوا حاصروه بنهار التلاثة بنهار الخميس بنهار الجمعة ببرامجة جديدة كده لكن اليأس اليأس وهذا كله عمليات يأسة عمليات بأسة لمحصرة يوم الاربيعال مفاجأة قناة التاسعة اليوم الاربيعال اللي قاعدة تحضر على مهل قاعدة تطيب كيل ملوخية بشوية 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 لحك كي قبت من الديني أسمع نحن نجلس بش نقول لكم بحاجة إذا نجموا نفشلوكم كينقطعوا الكيراتين من البلد وهي اللي وهوين كينقطعوا لكم الكيراتين الصفقة اللي جبتوها الكيراتين لحذة الكيراتين عندك حمزة ملومة يرتاح كريم الغرب يرتاح ليه نحن بش نجيبهم مريم بالقادة ارتاح نعود بعد الفاصلة مععدنا يكون معا بتاقة موراد موراد يقول تونس اللي بيهم لقصير هكي اختار بشيوصف بلاده ننسحبه ننسحبه هذي اللغة تعطيني عاد شوي عايش الموزيكة كل سبت سبعم تلعشية على ايا فام احلى راديو اشتركوا في القناة شيل تشهد بمعزتكم وتفتخر بشهدتكم احنا نخدموكم بمعزة رفقوكم بمعزة ونفرحوكم في كل وقت توجتونا ميور سيفيس كليون دولاني وقالوا بخدوية دولاني الشيل في باور الشيل اليكس وشيل غيمولا وزدتونا في المسئولية باش نكملوا في عصنية شهدتكم عزيز علينا اويكوس برنامج الصباحي رقم واحد في تونس علش تونس اللي بيهم لقسية لتفاصيل مع مراد زغيدي البتاق خاولونها وتفاصيلها توتسويت ممكن توينسا يتذكروا ما بين 2015 و2019 يبور هين كل مسلسل متاع تونس في القائمة الرمادية تونس في القائمة السودية هاي خرجنا من القائمة السودية رجعنا لليست نوار البلاكليست البلاكليست متاع شكون متاع القافي هذي الاربع اسمه الجروب داكسيون فينانسي او بالانجليزية FATF فينانشل اكشن تاسك هذي يتبع منظمة التعاون الغربية وهذي يتصنف البلدين حول مسألتين مهمة بنسبة لهم هي تبيض الاموال وتمويل الارياء وطبعا لما يحطوك في القائمة السودية او حتى في القائمة الرمادية هذي يخلق اشكاليات مع المعاملات البنكية بتاع الاقتصاد متاعك الحسيل وتونس وقت حكومة يوسف الشيط حاولت اكثر ما تمكن وانه معناها تطبق التعليمات متاع القافية هذي قال شنو يلزمنا نخرجه من القائمة السودية والقائمة الرمادية ولقى فيه التهمتنا وانه فلوس الارهاب داخل وفلوس الارهاب خارجة حاول مبالغ من الأخر طلعت صغيرة بالكل عليش طلعت صغيرة بالكل يا برهان على خاطر جريدة فوربس الخبار التعدى هو مدة اربعة سباع التالي خدمت اربعمائة فرد في مجال الصحافة الاقتصادية خدموا لمدة عام كامل في تجميع وثائق تدين البلدان والبنوك العالمية غسيل اموال ارهاب مخدرات في مئة وسبعين دولة التقرير شي يقول فوربس ووكالة فينسان يقول انه بعد تقرير فيه 22000 صفحة وانه اكثر البلدان العربية المتورطة في مسألة تبيض الاموال هي اولا الامارات العربية المتحدة 674 مليون دولار اي مليار وثمانية مليار وثمانية مليار من ديناراتنا معنى اكثر بتجيم بتاع تونس وجي بعدها لبنان مش اكثر الف مليار معنى 1400 مليار 1800 مليار بالتدقيق جي بعدها لبنان والعربية السعودية بما بالغ تقريبا بفلوس تونس يتجاوزوا 600 و700 مليار حبيت نقول وشهو الحاجة اللي شكيت هو انو تونس مايش موجودة بالكل في هالتقريق معتبرة وانو بلد صغير ياسر معنى يتعدى ومنو ما بالغ صغيرة مايجي حد شيء امام البحرين او الامارات او لبنان او العربية السعودية ولكن في اللخر ضعفنا الديبلوماسي وضعفنا الاقتصادي وارتباطنا بالبنك الدولي وبالصندوق النقد الدولي اللي ديما حتينا تحت الدرسة وارتباطنا بالاتحاد الأوروبي اللي كان يعطي فينا زوز مليار يورو يعانات في العام خلانا ما نجموش نتكلم ما نجموش نحلوا فامنا ما نجموش نردوا فعل ما نجموش نخرجوا حتى من القائمة الرمادية القائمة الرمادية والقائمة السودية اللي ماهيش موجودة فيها هالبلدان العربية بطبيعة الحال لاني هي ديبلوماسيا وعسكريا وماديا اقوى منها برشا وبالتالي المنظمات هذية كما القفي اللي زعمة زعمة تحارب في تبيض الأموال وفي تمويل الإرهاب ما تتكه وما تلوم إلا البلدان الضعيفة واللي هي في الأخر جيت لبهم القصير متاع مكافحة هذية تمويل الأموال وتبيض والتبيض في الأخر في الأخر في الديبلوماسيا العالمية كيما في العلاقات ما يطايح الرطل كان الكيلو وكان كلمتك و وبورتفايم ما هوش مليان فأنه نجموا يدخلوك ويخرجوك ملقا من كل وإذا كان تنتج في البترول والبورتفايم متاعك مليان فأنه تنجم تتمول وتعمل وتقعد ديما في القائمة الوردية نمشون نحكي وكورا ننهيو معها البتاقات الرئيس الفيفا جاني أفانتينو يشيد بتحذيرات قطر لكأس العالم كان على عين المكال التفاصيل مع ناصر ناصر البدوي ناس كل نعرف اللي الكوب دافريك الجاية بيستير في بلاد عربية عربية قطر اللي عندها مدة كبيرة تحذر في كاس العالم هذه ونس كلها قاعدة تشيد بالانجازات الكبيرة اللي تصير الكوب جمان الكوب ديمان اللي بيستير بالتبيع النهار 21 ديسمبر 22 22 اللي متأكد أنفانتينو مشاهد بارح زار القطر وقال معناتها حاجة كبيرة برشا من انجازات اللي صارت في قطر رفيق أنه اليوم قطر كانت حاضرة قبل بعامين كل التيرانيت حاضرة كل المنشآت الرياضية حاضرة كل الوطلة حاضرة المترو تعمل الترانسبور تعمل معناتها مرة أخرى يأكد أنه البلدان العربية وقت اللي تركز على حاجة كي من هكا بالكبر هذا بالحجم هذا رأي الناس يجب تفهم أنه تصير في بلاد عربية رأي مش حاجة عادية مش حاجة معناتها تتعدى تعرف برشا بلدان يعملوا استراتيجية كاملة بشي نظموا كيس العالم وظهر لي قطر إلى حد الآن نجاح كلي في كل الإنجازات في كل الاستراتيجية اللي عملتها قبل بعامين أنك تكون حاضرة لكيس العالم هذية رأي حاجة مهمة برشا بلدان أوروبية في وقت سابق ما كانش حاضرة بالسيفة في الوقت اللي حضرت فيها قطر يبدو أنها ستكون كأس العالم الأكثر جماهيرية من ناحية الشو اللي بشي سير من حكية الملاعب كل الجماهير بشي يلقاوا رويحهم مجبرين يمشيوا في فلوك مدخل الملعب وكل من الأربع الجهات بيتعدى على لاك ولاك لاك موجود ناس الكل معناس 80 ألف متفرج ولاقديش ملاحبية كذي بشي تعدىوا في فلايك شو كبير قطر حاضرة موية ضخمة رسدت لكأس العالم لأنه بأيد على الجينب الرياضي لعبة سياسية بامتياز زد قوة وصورة أخر تحبت عديها قطر في الفين واثنين وعشرين قانوات جنية للحديث على الشي وهو عادي في تنظيم كأس عالم نتمنى لها النجاح لأنه بلد عربي يحتضن كأس العالم وبشكون حاجة كبيرة برشا والإنجاز القطري يزيد يتأكد رغم ظروف الحصار اللي مخطوطة على قطر اللي قلقها اقتصاديا ورغم ذلك الاستعدادات كانت كما قال الناصر كانت حاجة كبيرة برشا وتقريبا شبه معجزة أنها تكون حاضرة قبل عامل إن شاء الله سعد السفير يسمع فينا إن شاء الله سفارة يسمع فينا إن شاء الله مدير تنفيذي الأريد وقاعد يسمع فينا ويرحم والديك الناصر على هال المقدمة وكانوا زادة رو بيستير في نوفمبر أول مرة كيس العالم بيستير في نوفمبر بحكم المناخ معنا بتشوف الفيفا كيفاش نجمة تبدل الاستراتيجية بتاعها ياراف والاخت الفلكة نحن إن شاء الله معنا سنكون موجودين وإن شاء الله ما يجيناش كل متحيل هذك اللي وعدنا بروسي والحاج رصت ويدي عليهم كل المسايمة جايين من حبش نحكي كانت لي محاتة مع الناصر سنكون موجودين إن شاء الله مش نسكل نحصل 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 نسكل مش كل موجودين يعجبك شي زاد عدنا مواقف كل وعد شنية مواقف عدنا امريكا لقطر شاكو من طوى اللي عنده موقف ضد قطر يا موراد اتنجم احنا نبدأوا نستني وفيكم في أبو ظبي في أبو ظبي تتفرجوا غادي عبر الساتيلاية شكرا لكم كانت تهدي حلقاتنا لليوم شكرا للمشاهدة